تشكيلة دي بقى فيها ايه؟ بص. هنروح بقى. دي كل شيء ما تطلع لي. طيب قبل قبل قبل. انا عايز التشكيلة دي فيها ايه؟ بص يا كريم. احنا كنا فين؟ هاتوا تشكيلة يا جماعة اللي هاتوا. هاتوا لقبل ما تجيبه تشكيلة منتخب مصر. هاتت تشكيلة منتخب مصر في مبارات غينيا ومبارات اه 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 اثيوبيا مع كابتن ايهاب جلال. واجب لك كام لعيب. هتتكلم على حاجة من 6 شهور عفكرة. مش من خمس سنين. اه. بص كام لعيب في التشكيلة دي. وبص عليها. تشكيلة غينيا. اه. دي تشكيلة مبارات اه اثيوبيا في اثيوبيا. بنتكلم على محمد ابو جبل. عمر جابر. محمود علاء. محمود حمد الوينش. ايمان اشرف. عمر السلية. محمد مجدي اف شوقف هنا. انا فيه ولا اسم من دول موجود في القايمة. واحد اتنين. تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة. وانا رسا ماكملتش. امام عشور طبعا موجود. مربوش موجود. مصطفى موجود. زيزو موجود في القا اساسي. فترة بتتكلم على تمن تغييرات متوقعة ما بين مبارات اثيوبيا اللي اتغلبناها اثنين صفر هناك. اللي كان حالتنا فيها صعبة اوي 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 اوي. ولو بعد ما نجيب تشكيل مبارات غينيا. نعرض الحلب بعيدة مبارات اثيوبيا. كنت عاملة ازاي عشان نعرف. احنا بقينا فين بعدها معروف فيتوريا بعد ما راجل ميسك باربع شهور. عمر جابر. محمود حمد الوينش. ياسر ابراهيم. ايمان اشرف. دي تشكيلة مصر في مبارات غينيا. محمد ابو جبل. ع تشكيلتين دول يا كريم كنا سيقين اوي. اوي. مبارات غينيا كسبنا بالكاد في القاهرة بهدف. مبارات اثيوبيا اتغلبنا اثنين صفر مع الرقفة في اثيوبيا. فانت النهاردة الراجل رقم واحد غير الشكل تماما على صعيد التشكيل. رقم اثنين على صعيد الاداء غيرت الشكل تماما وبيتروح للاربعة تلاتة تلاتة بالشكل بتاع الراجل. تعال بقى نشوف احنا كنا فيه. ونشوف حالتنا ما قبل روي فيتوريا. واحنا شكلنا كان عامل ازاي في المبارات اثيوبيا ومبارات غينيا. لو نعرض سريعا واحنا بنتكلم مش هنوقف عندها اريدها على سرعتها عادي يعني. فانت ما اللي كنت عليه انت كنت في حالة صعبة جدا يا كريم. مفيش تماسك في الفرق. طب روحت لعبت الايبيريا. ليه على فكرة على نفس الليفل بتاع غينيا. على نفس الليفل بتاع اثيوبيا. نفس المستوى. اتنقلت تماما. تماما. انت اللي تطلق طلبه ايه ارقام ولا صور. لا الحالات بتاعت ما قبل روي فيتوريا. الحالات ما قبل روي فيتوريا. مبارات اثيوبي او مبارات غينيا. مفيش مشكلة. يعني يعرضوا احنا بنتكلم في كل الاحوال لما تجاز يعني. فانت كنت فين. وبقيت فين دلوقتي. بداية بقى مبارات النيجر. مبارات ليبيريا. على الصعيد الويدي. مبارات بلجيكا على الصعيد الرسمي اللي بالمناسبة. اخر مبارات الرجل اللي عبها من اربع شهور وي. عشان كده الناس نسيت احنا كنا فين. ترتيب المجموعة. احنا عندنا ثلاث نقاط. كل فرق المجموعة عندهم ثلاث نقاط. احنا متزايلين بسبب ان احنا عندنا فارق اهداف بالمؤنس. بصة كريم. التشكيل دي. دي كانت مبارات طبعا نعتذر لسوق الجودة بسبب ان المبارات كانت في اثيوبيا. ده شكلنا يا كريم. ناس كتير تتخلني دي الحالة الدفعية. لا دي الحالة الهجومية. دي حالة الدفعية لمنتخب مصر. لعيب معدي لوحده. تماما. فيش اي تماسك. فيش اي ترابط في الفرقة. ده كان الهدف الاول اللي دخل في شباك محمد ابو جبل. وده كان الهدف التاني. اللي برضو ما فيش اي ترابط ولا تماسك في اي شيء قبل ما يأتي روي فيتوريا. واللي هنا انا هنا ما بنتقدش كابتان ابو جلال. لكن الظروف كانت صعبة جدا جدا. والهدف طبعا ده احرازه شميل سبيكلي كان الهدف التاني في مربانة. ده الهدف الهجمة الوحيدة اليتيمة في مبارات غينيا. والحمد الله ده نكسب بها الثلاث نقاط. هدف وحيد في مبارات غينيا. وده ما قبل روي فيتوريا. طب بقى شكلنا عامل ازاي. التحركاتنا عاملة ازاي. الاداء عامل ازاي. نروح ليه. اللي بعده. دي كمل. اه دي مبارات بلجيكا وقف معي هنا. بص يا كريم. الراجل عنده افقار واضحة جدا. فكرة الضغط العالي. عشان كنا قلت لك سألتك السؤال في البداية. هل انت في وجهة نظرك هو اقرب لمارسي الكولر ولا اقرب لكارلس كيروش. لا هو اقرب جدا للمارسي الكولر. مش مش تيبيكل لكن اقرب جدا للمارسي الكولر. نفس الشكل. الضغط العالي. وانا هنا بلعب مين يا كريم. بلعب منتخب بلجيكا. بعمل ضغط عالي بالرباعي الامامي زي ما بي يحصل في النادي الاهل. الرباعي الامامي بيعمل عملية الضغط واللي اصفر بعد كده عن الهدف. اللعبة دي احنا جبنا بيها مثال. لكن الراجل عملها في مبارات ليبيريا وعملها في برب الجيكا اكتر من مرة. فجبنا مثال لطريقة الضغط الراجل بعملها. بيطلع الثلاثي الامامي وعمل عيب مركز تمانية في السورة دي كان محمود حمادة. بيطلع يضغط من فوق. الرباعي بيطلع يضغطوا عشان اول اول فرصة ممكن منتخب مصر يخلقها من خلال الضغط العالي والضغط العكسي عشان تستعيد الكرة. كمل بقى الكرة دي على سرعتها. الكرة دي اللي سجل منها مصطفى محمد الهدف الاول لمصر في منتخب بلجيكا. فالراجل فكره اربعة تلاتة تلاتة مقترن ببعض الافكار الهجومية. اللي راح ينحيطي الهجوم شوية ايا كان المنافس. فما بالك انه كان بيعمل ده قدام منتخب بلجيكا. اللي في التوقيت ده كان مصنف قبل ده كان طبعا قبل كاس العالم. المصنف التاني على مين. فطلع بيضغط من فوق. فما بالك وهو بلعب فرق. تكاد تكون في المتناول نظريا. زي ملاوي او اثيوبيا او غني. طيب.